في التحقات الاستقصائية علمونا حاجة علمونا ان احنا ناخد كذا جانب وكذا طرف ونسمع من كل الاتجاهات عشان نقف احنا حولنا الازمة الاخلاقية اللي كلنا بنتكلم عليها الفترة دي يعني كلنا بقول لك ما فيش راجل بيخون فيش راجل ما بيخونش بس في راجل ما بيخونش في راجل محترم هم هم خدوا هم خدوا الجانب ده اللي هو الراجل بيخون طب حد شاف جوزي من باب ايه كان في الافلام وبيض وصود هاتي واحد يمشي ورا جوزك يرقبه كده ولا حد يتابعه ونقفشه هم قالك لا سوشيال ميديا بقى ونفضحه والعالم الافتراضي بقى والعالم الافتراضي وجيبه طب انتي ان عدم تستقع ما بينك وما بينه عايشة معاي في بيت واحد ليه ليه في ليه يعني احنا دايما نقول ان الحياة الاسرية استقرار خصوصية اه بس انا حيزا اقول لك على حاجة هي بنسألها عايشة معاي ببيت واحد ليه ما هو امها بتقول لها داري على شمالك سئيد امها بتقول لها ما ينفعش حد يتجوز واحدة مطلقة بزاب امها بتقول لها مفيش حد هيصرف على ولادك غربوهم بزاب ففي عندنا عدات والتقاليد ايوه واكتر من سبب هي فكرة العدات والتقاليد يعني لما كنا نسمع تقول لك اي مشكلة بينك وبين جوزك جات علي ونزلت صورة لهولي واحدة امت دخلت انا انا شفته و انا عارفاه ام واختفت ام وهاتس يا كومنتات والتانية قدت والعباء اه طبعا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة